من العلم تشوف الدنيا وصلت لإيه وبتعمل إيه وبتصرف فلوسها على إيه وبتاخد منكم فلوسكم بتعمل بيها إيه الزكاء الاصطناعي بقى مسيطر على العالم الزكاء الاصطناعي العالم المتقدم مركز معاه لدرجة مثلاً إن ألمانيا أعلنت من كم أسبوع عزمها عن استثمار 3 مليار يورو إضافية في تطوير الزكاء الاصطناعي لحد سنة عشرين خمسة وعشرين يعني لحد كمان سبع سنين الكلام ده مجاش كده لكن جيه بعد إعلان الصين من كم شهر عن أول موزيع أخبار آلي بيشتغل بتقنية الزكاء الاصطناعي في العالم ونجح الموزيع ده اللي اسمه E.I أو E.I إنه يقرأ الأخبار بنفس طريقة وأسلوب مقدم النشرات الحقيقي اتفرج معايا وشوف العالم وصل لفين ونرجع نكمل ده مش بني آدم ده E.I بالطبع متطور نوعا عن صوفيا اللي أعلنت عنها هونغ كونج من سنة ليه؟ لأن التانية الحقيقة كانت بشكل مختلف يعني كانت نقصة شوية لكن الحقيقة هنا E.I أنكر أو الموزيع التكنولوجي ده حاجة الحقيقة مختلفة تماما لأن الثانية والدقيقة بقت تفرق مع العالم اللي قاعد كل يوم بيشهد تطوير وتطور واللي مش بقى قاسرة على روبوتات مصنعة بتقوم بمهام الإنسان وبس ولكن كمان على كتاب